اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وجامعاتنا تصير افضل مو تنغلق شوارعنا تصير اجمل مو نحولها الخراب طالعين على الحكومة من وراها الاحزاب السياسية نعم بس حتى نمنع تمددهم ونفوذهم بالدولة مو حتى نرجع لديكتاتورية الاشخاص ويصير مستقبلنا رهل مزاجهم قدمنا شهداء وطردنا داعش حتى نحافظ على بلدنا موحد طلعنا سويا الظاهر حتى يبقى شعبنا واحد مو بالنهاية نجي من ورا شعيط ومعيط وجرار الخير هذا يصيح عميل وذاك يصيح جوكر اثنين هم بالاخير اولاد حمولة وعشاير وعراقيين من بلد واحد ما يصير مو هذا رصدنا لحديث العراقيين اليوم بأول الملفات العراق تسويات اقليمية واصطفافات داخلية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحبا بك بروفوسور معنا في حديث البلد مرحبا حياك شرفتنا نسأل بداية هل ما يجري الآن تسوية بداية لتسوية اقليمية بعنوان دولي بسم الله الرحمن الرحيم لا زال الحديث مبكرا عن تسوية ولا زال الحديث ايضا مبكرا عن حرب تدور في المنطقة دائما لك رأي متقدم في التحليلات خاصة من حديث البلد نعم لانه نرى الامور بطريقة واقعية مبنية على منهج التحليل العلمي وليس بالطريقة السياسية العفوية المبنية على التمنيات او المواقف المسبقة لذلك قد تبدو وجهات النظر اقرب الى الصحة لذلك اعتقد عند رأيي الحديث عن التسوية مبكر والحديث عن الحرب مبكر قواعد الحرب لا تزال مسيطر عليها رغم تبادل الضربات العنيفة بين الولاد المتحدة وايران لكن لا تزال ضمن الاطار المسيطر عليه ولذلك قد لا تدفع باتجاه التصعيد لكن ايضا في نفس الوقت هذا ما معنى ان ابواب التسوية الاقليمية والدولية انفتحت وبالتالي العراق سيتجنب ويلات هذا الصراع لان هناك ملفات لا تزال على الطاولة ملفات تتعلق بالمنطقة باكملها لم تحسم لحد الان يعني فيما يتعلق بالصراع الايراني الامريكي هو صراعتهم على ملف واحد الحقيقة وليس على كل الملفات هو الصراع الجوهري على الملف النووي هذه قضية استراتيجية غربية ليس فقط امريكية انه لا يجوز دولة عربية يكون لها سلاح نووي ولا يجوز ان تكون دولة مسلمة في الشرق الاوسط ان يكون لها سلاح نووي وذلك حيثما تكون همناك مبادرات او مقدمات لانتاج اسلحة ذرية شوف الغرب يضرب بكل قوة لانهاء هذا المشروع وبدأه في العراق عام واحد واثمانين بالتعاون مع الطائرات الاسرائيلية يضرب مفاعل تموز آنذاك لان العراق دولة عربية وما يسمح لها بامتلاك السلاح الذري اللي ستتغير موازنة الصراع في المنطقة وطبعا التجديد اقل على البلدان الاسلامية على البلدان العربية بالمرة ما يسمح لكن ايضا حتى على البلدان الاسلامية هناك شيء من التقييد في هذا المجال يعني اذا سمحوا للباكستان ان تمتلك قنبلة ذرية يعني ما اعتقد انه راح يسمحون دولة على ضفاف الخليج وعلى ضفاف المصالح الغربية الامريكية النفطية وغير النفطية ان تمتلك سلاحا ذرية جيد ولكن بروفيسور بالنسبة للجانب الايراني والجانب الامريكي يبدو انه الطرفين مسيطرين على قراراتهم بعيدا عن الانفعال يعني الى الان الموقفين حتى في الفعل ورد الفعل هي يعني او خليني اسألك يعني لا اتقدم عليك في الرأي في هذا الموضوع هل كان الرأي الفعل ورد الفعل محكوم لمفاهيم الدولة بعيدا عن اي تصرفات اخرى قد تضرب مصالح الشعبين نعم شوف ايران تتصرف دائما وفق معايير الدولة ايران يعني دولة تعريخية عريقة ودائما لديها هذا الافق العقلية الامبراطورية يعني هذه تجمع العراق وايران وتركيا هذه البلدان الثلاثة مسيطرة عليها العقلية الامبراطورية لذلك ما يبالون بحجم التحديات حتى ولا جاءت من الولايات المتحدة الامريكية فمنطق الدولة التي تتحرك فيه الجانب الايراني يحكمهم على او يضطرهم لتغليب قواعد اللعبة السياسية على قواعد القوة قواعد القوة لا يملكونها يعني قياسا للولايات المتحدة لا يملكون مقومات القوة التي تأهلهم للتصدي او للانتصار على الجانب الامريكي لكن عتم تفوق في قواعد اللعبة السياسية ولذلك تتجنب ايران دائما الصدام المباشر مع الولايات المتحدة وحتى مع الجانب الاسرائيلي لكن في سلوك الولايات المتحدة هل غلب ترام منطقة الدولة ومنطقة العصابة الولايات المتحدة الولايات المتحدة اذا انا قلت هنا مسيطرة العقليات الامبراطورية هناك عقلية الكابوي عقلية رعاة البقر مسيطرة لكن يحبون المغامرة يحبون منطق القوة ذلك هم لا يجدون فن اللعبة السياسية يمكن من الطافل لأنه لا يجدون قواعد اللعبة السياسية لأنه يجدوها مع امتلاكم لهذه القوة لحكموا العالم بكل سهولة لكن ظلوا يعتمدون على معيار او مقوم القوة اما يستخدم القوة الفعلية او يلوح باستخدام القوة او الضغط الاقتصادي لضرب الخسائر السياسية او الانجازات السياسية اللي حققها الطرف الاخر لكن من ضوابط السياسة الامريكية ايضا رغم انها تمجد القوة وتمتلك ناصيتها لكن ايضا تتحاشى الصدام مع الاطراف اذا كان فيها شيء من القوة يعني حتى مو قوية بما فيه الكفاية اذا شيء من القوة هي تتحاشى التصادم معها تحت اي سبب ربما عفوا هذه تقافة تقول لك حتى لا يخسرون يعني اذا لقوا الممول يصادمون معدن مشكلة لا هذه تقاليد امريكية ابتدأتها من خرجت من عقود العزلة من سياسة العزلة طلعت يعني بعد الخمسينات اثناء الحرب العالمية الثانية تباوع الحرب العالمية الثانية ما دخلوها الا بالسنة الاخيرة لما كل الاطراف انهكت تماما فبدأوا هم يحصدون نتائج الانتصارات وفرضوا نظام دولي جديد وحتى تجربتهم في العراق ما كان بمقدورهم ان يسقطوا النظام السياسي في العراق عام 1991 لكن لانه كان يملك شيء من القوة تريثوا في اقتحام بغداد الى ان اتعبوا الشعب العراقي بحصار جائر وصادروا اسلحة العراق الاستراتيجية ووصل العراق الى مرحلة من الانيار الاقتصادي والعسكري عند ذاك بدأت عملية غزو العراق لذلك حتى في قضية الصراع مع ايران ايران متى ما تضعف متى ما تتفجر او ضعحة من الداخل راح شوف اكو دور امريكي جاهز للتدخل في مشهد تشييع الجنرال سليماني في ايران هل تعتقد ان في الداخل هذا يمكن ان يعطيك تحليلا لطبيعة قوة النظام يعني ايران تعاني الحقيقة يعني لا نبالغ ان قلنا انها تعاني من مشاكل داخلية ومن احتجاجات اجتماعية مستمرة يعني منذ سنوات تظهر حقيقة حركات احتجاج واسعة النطاق يعني اخرها كانت حركة احتجاج واسعة جدا لكن تمت السيطرة عليها اكو يعني اتجاهات ملت ربما من قضية الاتجاهات الثيوقراطية وبدت هاي ثورة الاتصالات والانترنت ايضا تؤثر عليها وتعطيها انماط حياة جديدة غير الانماط اللي تعيشها وبذلك صار هناك تطلع لحياة اخرى غير الحياة اللي اعتادوا عليها يمكن يبقى محدود في اطار المشهد اللي شفناه مؤخرا في قضية التشييع لا لا التشييع ما تقدر تحسبه بهذه الطريقة تشييع تشييع سلطة تشييع سلطة السلطة تستطيع ان تحشد بس الاحتجاجات ستحشد بس مو بها العدد يعني في قضية التدافع حتى كفحا يقدمه انا قلت لك النظام في ايران ما واصل الى مرحلة من الضعف الكل بحيث تقدم الولايات المتحدة على اشتيع لا يزال يملك شيء من القوة لا اقول كل القوة الشيء من التأييد الشعبي ليس كل التأييد الشعبي طيب الطرفين الايراني والامريكي دفعون بعضهم للذهاب الى تسوية ولكن كل طرف يريد ان يحقق اكبر مكاسب ممكنة قبل الذهاب ايران تسعى اكثر من الجانب الامريكي اما للتسوية واما للحرب حتى للحرب ايران متحمسة اكثر لانها تموت اقتصاديا اقتصاديا يعني هذا الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها الحقيقة ده سبب لها مشاكل شعبية ومشاكل تتعلق بالشرعية وغيرها لذلك تريد تخرج من هذا الطوق لأن هذا ايضا موت بطيء فلذلك بينما الجانب الامريكي جانب مستريح يعني ديمارس عقوبات بدون خسائر بدون اضرار لذلك مهما طال الزمن ما رح يتضرر الجانب الامريكي كثيرا لذلك هاي السياسة المتبعة من امريكا اذا ايران مفيدة للجانب الامريكي لكنها مؤذية للجانب الايراني لانها ربما تساهم بتثوير شعبي او سبب اضطرابات او مشاكل كثيرة فالأكيد الطرف المستريح اللي ما يدفع ثمن وما يدفع خسائر قدرت على المطاولة اكثر من الطرف المحاصر واللي يدفع ثمن باهظ وذلك المحاصر هو اللي يريد ان يكسر هذا الطوق اما بالتسوية او بالحرب ذلك يعني ليش ايران بادرت باسقاط الطائرة الامريكية اللي تتذكرها المهمة جدا والثمينة ايضا كانت تريد الحقيقة ردفعل امريكي لكن ايضا تتحاشى الحرب الشاملة يعني تريد حرب محدودة ربما لكن لا تصل الى مرحلة الحرب الشاملة لان قدرتها على الاستنزاف الامريكي طبعا ضعيفة القدرات الامريكية اكبر واوسعة طيب اذا اردنا ان في ظل هذه الازمة تعليقا من جنابك يحلل خطاب ترامب وسياسته وتعاطي مع هذه الازمة هل هو يتسق مع خطاب وسياسة الولايات المتحدة في مثل تلك الازمات او هو لديه يعني هويته في ادارة هذه الازمة لا خطاب الرئيس ترامب كان خطاب تهدئة يعني اللي يريد يصعد اولا يعظم من حجم الخسائر مو ينفي وجود خسائر بشرية في قاعدة عين الاسد او في الاربيل خطابة خطاب كان تهدئة وخطاب ايران ايضا كان خطاب تهدئة يعني وزير الخارجية عندما قال خلاص المهم انتهت وردينا على مقتل سليماني يعني وهذا ايضا خطاب تهدئة من رئيس الدبلوماسية الايرانية والرئيس ترامب ايضا بخطابة ما توعد ما قال راح ارود ما عنطه قال انه هناك خسائر كبيرة بالارواح ممكن ان تقتضي ان نثأر من الجانب الايران ايضا ما ورد في خطابة ولا حتى في تصريحات المسؤولين شيء من هذا لكن بدأ ينطي تطمينات انه احنا ما ننسحب من العراق الان نتمنى ان ننسحب لكن ليس الان اعتقد الضربتين الان تمت السيطرة على تبعاتهم وما رح تدفع لي على الاقل في هذه المرحلة ما رح تدفع الى تفجير الاوضاع في المنطقة احنا يعني تعرف حضرتك العراق المتضرر الاكبر من حدود تصادم امريكي ايراني باعتبار كل القطاعات العسكرية الامريكية قطاعات وقواعد موجودة على ارض العراق وبالتالي تلحق الضرر سواء ضربت او ضربت وايضا اصدقاء وحلفاء ايران موجودين على ارض العراق واذاك العراق انا دائما اقول ان العراق كدولة هو ضحية التاريخ وضحية الجغرافية ضحية التاريخ على طول الخط صراع بوابة العرب صراع عربي فارسي صراع عربي تركي الموقع جغرافية محط صراع دولي على بغداد وذلك من اكثر عواصب العالم التي تعرضت للاحتلال الاجنبي بحكم عامل الجغرافية فلذلك قدر العراق هو ان يبقى ساحة اطماع طيب اذا اردنا ان استشرف الان الايام المقبلة هناك الكثير من التأثيرات لهذا الذي حصل في الفعل ورد الفعل على السوق العراقية وعلى طبيعة تخوف المواطن العراقي في كل مكان من الارتباك الحاصل في المشهد كيف تقرأ الايام المقبلة؟ اولا المجتمع العراقي عنده تحسس حقيقة من قضية الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية لانه العراق شهد ابشع حالة حصار اقتصادي في عقد التسعينات يعني للانصاف كان الامريكان قسات الحقيقة على العراق كان بشع انسانيا بصراحة قسات يعني حتى شوف الآن فرضوا على ايران وفرضوا على الدول اخرى لكن ما كانوا بنفس القسوة اللي مارسوها على العراقيين فالعراقيين لا يزال هذا الحصار ماثل امامهم وفي ذاكرتهم لذلك يعني ينتابهم القلق عندما يلوح الرئيس الامريكي بفرض عقوبات على العراق والقلق يزداد عندما يرون حكامهم لا يملكون الحكمة والدراية في فنون الحكم وجعلوهم ساحة وميدان للصراع الامريكي الايراني يعني ما عندنا بعض عقلية مثل عقلية الباشا نور السعيد اللي تطلعنا من خانة الصراعات الدولية والاقليمية وتجعل من عندنا دولة قوية نفس هذا المجهد لكن اللاعبين كانوا يختلفون أيضا اليوم امريكا وايران وتركيا والعرب وسابقا كانت بريطانيا وايران وتركيا لكن الباشا نور السعيد والملك فيصل الاول قادوا العراق بخطوات سياسية حكيمة الآن اخرجته من اتون الصراع الآن احنا في ظل اشارتك الى الحصار تراجع عن هذا التصريح ترامب الذي تحدث فيه نعم نعم لكن وضع العراق قد يعني واداء السياسي العراقي قد يوقعنا ايضا بخانة العقوبات يعني لحد الآن احنا ما نعينا بنفسنا عن هذا الصراع ولسنا قادرين على ان ننقى بأنفسنا عن هذا الصراع هناك من يقول ان العقوبات تختلف عن الحصار الاقتصادي الحصار ربما طبق على العراق العقوبات تختلف نعم العقوبات شيء والحصار شيء اخر الحصار هو عمل من اعمال الحرب لان يتم بارادة خارجية اما المقاطعة هالي جزء من اعمال السيادة سالولايات المتحدة تريد تقاطع العراق هذا من حقها ما حد يقدر يقولها العراق يبدل يدور عن بدائل لكن الحصار اللي يفرض بالقوة هذا عمل من اعمال العدوان يعني في التسعينات فرض علينا حصار واشبه بالحرب يعني ما كان بامكان العراق ان يصدر النفط او يستورد اشياء الا ان تراقب وتفتش من اجهزة الامم المتحدة يلا تدخل الى العراق لذلك يعني انا يعني اللي يخلقني هو الاداء السياسي المو فقط للحكومة وانما للطبقة السياسية اغلب الطبقة السياسية اللي لا تزال تتصرف بعقلية عفوية بردات فعل بتمنيات بحسابات خاطئة هذا اللي يقلقنا وقد يوقعنا بمطبات ويجعلنا ضحايا للصراع الامريكي الايراني باختصار بروفيسور بس يعني نطمن الناس لو انت ترى شيء اخر في الافق بالامكان الامور راح تهدئة لو راح الى مشاكل لا لحد الان لا خوف لحد الان الامور مسيطرة عليها لكن ما نقدر نعول على هذه السيطرة لمدايات طويلة لان هذا وضع حش حتى السيطرة سيطرة هشة ممكن ان تكسر لانه السلاح منفلت والقرار متعدد ممكن ان يأتي عامل طارئ ويكسر هذا الاستقرار او هذه السيطرة الهشة ماذا تقول في الرأي الذي يقول ربما مشكلتنا داخلية اكثر منها خارجية لانه الاطراف المتصارع خارجية لا مستواجد ان تستطيع ان تضبط ايقاع سلوكي لا مشكلة العراق مشكلة داخلية ومشكلة اقليمية ومشكلة دولية هي خليط من هذه المشاكل بل كلها متداخلة مع بعضها شكرا لك البروفيسور نديم جابري السياسي المستقل شرفت اليوم في حديثنا شكرا لكم شكرا لك مشاهدين الكرام في محور ثاني في حلقة الليلة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة واتخذها الفرلمان العراقي بخصوص استقالة سيد رئيس مجلس الوزراء عبد المهدي في هذا المحور سيكون معي النائب عن تحالف سارون سيد أمجد العقابي سيد أمجد مرحبا بك شرفتنا في حديث البلد أهلين وسهلا عزيز حياك مرحبا نبدأ من إجراءاتكم في مجلس النواب سياسة سياسة النائب إذا كان سيد عبد المهدي الآن هو رئيس حكومة التصريف أعمال هل بالإمكان الضغط عليه أكثر يعني انطالبه بأنه يجي طبق قرارات مجلس النواب وهو مكبل بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيب لحضرتك ولمشاهدين قناتكم الموقرة استاذ صلاح اليوم الحكومة حقيقة حكومة ضعيفة هي حكومة تسهير أعمال حسب ما وصفها البستور وحسب ما المعمول به اليوم الحكومة أيامها قليلة وتذهب إلى حقيقة إلى وضحها الاحتياد بعد أيام رح يتم تشكيل حكومة جديدة لكن في بعض الأحيان نحتاج إلى قرار ولا تقوية الحكومة الحالية الموجودة يعني سبيل المثال القرار أو التصويت اللي تم قبل أيام داخل مجلس النواب حول تصويت لإخراج القوات المحتلة وبالأصل كان بعض الفقرات هو تقوية الحكومة تعرف لأن حضرتك اليوم الحكومة هي حكومة تسهير أعمال حكومة ضعيفة بالتالي أي قرار أو أي إلغاء الاتفاقية أو معاهدة هو بالأصل هو بالأصل يجب أن يمر على مجلس النواب كيفما هي حكومة حكومة تسهير أعمال مستقيلة مقالة حقيقة رح يكون قرارها ضعيف جدا لذلك السيد رئيس الوزراء يعني أعتقد بهذه اللحظة كان ذكي جدا لذلك قرر أن يكون القرار أو تصويت داخل مجلس النواب طيب إذا كان يعني في موضوع استقالته خلينا نبدأ من نقطة سيدا مجد هو جا قدم استقالة البرلمان الآن أكو حديث خلينا أكدأون فيه يقال أن سيد عبد المهدي سيسحب الاستقالة ويكمل لأنه مشكلة أكبر في قضية اختيار بديل لا لا هذا الكلام مو دقيق مو صحيح وأن حاول هو لا أنا أقول لك نحن ككتب سياسي نحن في تعالف سارون رافضين لهذه الحكومة الضعيفة الهزيلة حكومة التي حقيقة سالة دماء في وقتها ضيعت البلد ضيعت العراق حكومة لا خارجين قوية ولا داخليين قوية قدرت تحل الأزمات بصورة مع المتظاهرين ما أرفضت تتعامل هذه الحكومة قتل نعم قتل دمجيث خلي أقرأ لك هذه الرسالة من زميل إليك بمجلس النواب نعم يقول إذا ما كان هذا الذي يترون يذهب لها يعني أنه يسحب الاستقالة ويستمر لماذا مو قادرين نقدم بديل يعني قدرون تقدمون بديل قدموا نعم قبل قليل سماحة السيد كان مغردا وأعطى لكل القوية السياسية خلال 15 هم لازم يتم تشكيل هذه الحكومة خلال اختيار شخصية لرئيس الوزراء أن تشكل الحكومة يتم اختيار خمس شخصيات ومن ثم الاختيار بشخصية العراق واللاد وحقيقة كثير من الشخصيات العراقية المستقلة القادرة على الخروج بالبلد وخصوصا نحن في هذه الفترة نمر بحقيقة فترة العراق لم يمر بها حتى في أيام داعش لن نمر مثل هذه الأيام اليوم العراق أصبح حقيقة بسبب هذه الحكومة ما أعرف الحكومة وشون تصرفها لحد هذه اللحظة اليوم أصبح العراق سواحة نزام ما بين الدول الأقليمية ودول حقيقة كبيرة يعني الوضع ما أعرف كأنه رئيس الوزراء مستهين بالوضع الحالي مظاهرات موجودة يوميا في جميع المحافظات ودماء المظاهرين يعني حقيقة تسير يوميا لا أعرف هذه الحكومة كيف تدير الوضع نحن لا نريد هذه الحكومة حكومة استقالت وولت وعلينا الأتيان بحكومة حقيقة تكون قوية قادرة على استيعاب الجميع قادرة على يعني الانهاء الوضع الحالي الموجود بالبلاد والنهوض بالعراق نحو بر الأمان طيب الآن أنا أكو أسماء إذا أريد أن أتحدث بموضوع أسماء أنا أريد أني موضوعي ليس هذا أستاذ مجد نعم أنا موضوعي أنه نحن البرلمان يذب على الحكومة جملة من المسؤوليات هذه المشؤوليات كيف تقدر تنفذها وهي حكومة تصريف أعمال الآن بصراحة هم ثلاثة سئلة خليها أصغل كان بسؤال واحد حكومة تصريف الأعمال حملتها أكثر من طاقتها خاصة في قضية اتفاقية الأمنية وخروج القوات أعتقد الاتفاقية الأمنية ما راح يلحق عليها السيد عادل عبد المهدي قلت لك أنا بعد أيام ما يلحق لو ما عد صلاحية ما يقدر يناقش لا هو شوف مو مناق بما أنه صوتنا نحن الطيناة الشرعية تصريف أعمال ساذة مجد ما يخالف صوتت له صح بس هو تصريف أعمال لا مو دستور يكفل هنا في حالة إذا كان أكو ضرر إذا كان أكو ضرر تصريف الأعمال نمضي حتى لو كان مثلا تعاقد هذا التعاقد لازم ولابد من بمصلح للبلد فيمضي ما عدنا مشكلة إحنا كمجلس نواب نطين الصلاحية الكاملة لهذه الحكومة حقيقة لا أعتقد سيكمل للحكومة القادمة أيام وتشكل أعتقد كان إبلاغ وأخطار من قبل وزارة الخارجية للأمم المتحدة حاول إنهاءها الاتفاقية الآن سيد عبد المهدي يقدر يسوي الأشياء التي طلبتها منك رئيس حكومة تصريف أعمال لا الاعتبار مصادق على الأشياء التي يريد يتحرك عليها لا لا سيقدر يلحق حقيقة ليحق بالوقت لو بالمادة القانونية لا بالوقت ليحق 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 باقي لأيام يعني لماذا يريد أن هذه الحكومة لا تصور ستبقى لها أكثر من أسبوعين لا تصور ستبقى هذه الحكومة وكأنما حاسم موضوع أنه خلال هذه الأيام المقبلة سيحسن موضوع رئيس الوزراء ونحن صارنا أكثر من أشهر ما قدرت تتحسمه 14 يوم وتمتي هذه الحكومة أما أقل أما 14 يوم غيرها ما ستصور بعد يكمل جيد شنه الثقة تغريدة سماح السيد قبل نص سوعة نزل هذه الأطراف الأخرى جيد القضية مو بس يمكم نعم لا لا القضية عراقية القضية عراقية والكل أغلب الكتل السياسية وصلوا إلى قناة أنه لازم ينهي هذا الوضع لازم ينتهي وضع هذه الحكومة حقيقة حكومة ضعيفة جدا وحقيقة ما جلبتنا إلا الخراب والدمار والقتل فعليه يعني على كل الأحزاب يعني أو أغلب الأحزاب اتخذت قرار أنه تشكيل الحكومة القادمة يجب أن يكون سريع جدا والخروج بمرشح يرتضيه جميع الشعب العراقي وغير متحزم وقادر على الخروج بهذه الأزمة أكو أسماء مرشحة قلت لي أعتقد لحد الآن ماكو أي أسماء لا فتنة بمنطقة الأسماء ومنطقة الصفرات يردن 140 يوم 14 لحد هذه اللحظة لحدها ثق وأعتقد أنه ماكو أي اسم تم طرحه أنت تعرف حضرتك لحد لأنه أي اسم يتم طرحه يحترق بساحة التظاهرات فأعتقد راح تنطرح خمس شخصيات ومن ثم يعني يصار بشخصية عراقية وطنية أعتقد راح تكون مرتضة للجميع طيب إذا الأولويات لهذه الحكومة شنو هذا أولوية خليت وعدكم إخراج القوات الأمريكية هذا طبعا وكان من البداية طبعا من بداية الأمر أنه كان الحكومة المستقيلة كان من بداية الأمر يشكلون وفيد دبلوماسي لإنهاء هذه الاتفاقية شوف أستاذ صلاح الاتفاقية الاتفاقية الاطار الستراتيجي قانوة 52 2008 شوف حضرتك لو والأخوة المشاهدين لو يلاحظونها ويقرونها حارب حارب المفروض هسيحنا على قوت هلنا قمر وربيع على الأعمار اللي عندنا بالصناعة بالكهرباء بالدفاع بالزراعة بالتربية كل المتطرقين على كل الخدمات اللي يعني المفروض يعني الوضع ما أنه متغير على هالتفاقية لكن حقيقة لو نرجع للحقيقة ما ما صار أي شي من هالتفاقية كان من المفترض هالتفاقية بيها عواقب كان من المفترض أنه بيها شروط في حال لم يتم تطبيقها مثلا في مجال الكهرباء إذا ما بنونك كهرباء خلال سنتين أو ثلاثة أو أربعة إحنا غرامات جزائية نأخذين من الأمريكان كذا مضالة لكن حقيقة كتبت وكأنه فقط من المستفيد منها هو فقط الجانب الأمريكي شنو اللي قدمت بهالتفاق لحد هاي اللحظة لم يطبق منها أي شيء أبدا ولا فقرة معاكم ما تطبق منها أي شيء التشتصة ورأسه أبسط شيء من تريد تشتغل عندنا شركة جيئي الأمريكية في مجال الطاقة من تريد تبني محطك تتعاقد معاك صحيح تتعاقد معاك هي مباشرة لكن من تطيها تطيها المقاول ثانا وهو ينفذها عرفت شنون شنو اللي طورتها ما بينت أي محطة كهرباء أي محطات إنتاجية ما بينت شركة جيئي اللي هي الأمريكية في مجال الزراعة شنو اللي طورتها إحنا مصانعنا لحد هاي اللحظة مصانعنا قاعدة على الطالب الطالب أغلب المصانع ما أقول كله أغلب المصانع هي مصانع على الطالب الطالب بسبب منه بسبب منه هاي الاتفاقية المشكلة هاي الاتفاقية اتفاقية أمنية لو تشغيل مصانع يا أستاذ لا هاي أحكي لك أنا أحكي لك على اتفاقيات اتفاقية الأطر الأطار السستراتيجي زين يعني اتفاقية هاي أمنية وفي مجال الصناعة والتجارة والكهرباء والزراعة حتى التربية بناء المدارس الصحية بناء المستشفيات وتدريب جميع الكوادر الطبية لحد اعتقد أنه ما أصور طبيب أو طبيبة أو ممرض ماهر راح دوره إلى أمريكا ودخله دوره حول الأجهزة الطبية الحديثة هذا الشيء ما صار ما موجود هاي اتفاقية الأطار السستراتيجي أما اتفاقية العسكري هي كانت تختص بمجال المسحة هذا رأي كتلة لو رأي مكون جنابك لو رأي العراقيين لو رأي مجلس النواب والله هذا رأي كتلة بس شوف أنا ما تخلص من الفخاق العدي أنا حاضر أنا حاضر أنا صريح جدا نصدقاء بس نابت جوق على ناقش القضية بشكل موضوعي نعم لما جئتوا لمجلس النواب وصوتوا على هذا القرار وذبيتوا على الحكومة مسؤولية إخراج القوات الأمريكية بالطريقة التي تدراها مناسبة وإنهوا الاتفاق مع الأمريكان نعم هذا كان رأي مكون لو رأي وطني لا أعتقد هذا رأي كل عراق شريف وطني يحب بلده وعند غيرة على بلده اليوم ما يقبل أنه العراق أن يكون محتل ويحتوى علاقة لماذا محتل؟ موجودة بموافقة الحكومة أستاذ أمجد طبعا لا يا أي حكومة اللي قررت هاي خلي شوية خلي نكون حكومة 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 العبادي حكومة المالك يا هي من عدن حكومة عمالي يا أستاذ أمجد اليوم خلي نحتي طاقب 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 واحدة واحدة المشكلة لحد هاي اللحظة لحد هالله جانا رئيس وزراء يفكر بعقله ويعرف شون العراقيين شون المحتاجة جانا رئيس وزراء ما عدة جنسية ثانية أنا برأيي الشخصي أنا برأيي الشخصي مالكي ما عدة جنسية ثانية مالكي ما عدة جنسية بس مو ولاء للعراق أل من ولاء لا وحبا هاي ما نعرف احنا هاي شوف اللي ولاء للعراق واللي يريد يخدم بلده ترى ترى قضية مال توابحة جدا مثل شمس يا أخي يا أخي الولاء للعراق ترى مو شعارات الولاء للعراق أنه تقدم الناسك الخدمات أنه تخلي العراق على المستوى التمثيله على المستوى الدبلوماسي على المستوى الخارج على المستوى الإقليمي هسنون يجي نفصل للمشكلة يرادلنا وقت هواي كل رئيس وزراء خلاننا مشكلة كل رئيس وزراء سواننا كل رئيس وزراء يجي لازم يسوي له مشكلة بهالبلد زين احنا الى متى هذا الحق التجارة احنا خلو حق التجارة زين فياخر لذلك شركاء انتو بالنسبة لكتلتكم احنا الاتفاقية من بداية الامر احنا الاتفاقية من كانت كتلة الاحرار في مجلس النواق احنا الاتفاقية رافضينها جملة وتفصيلة ومو بس كتلة الحرار كل عراق شريف وكان رافضها وهاي نتائجة هاي نتائجة شو حصل شنت تشاركون في حكومات طلبت من القوات الامريكية ان تعود من جديد للمشاعدة في عام 2014 ما جايين يعني قوات احتلال ميخالف 2003 جانت قوات احتلال هذا كان طلب من الحكومة طلب من الحكومة ان قوات تحالف وليس قوات الامريكية قوات التحالف ان تساعدها فيما يخص المستشارين العسكريين يعني تحت هذا العنوان اجوا الامريكان مرة ثانية بنو قواعدهم وعززوا تواجدهم تحت عنوان غطاء تحالف دولي لا 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 الاتفاقية الامنية اللي من عام 2003 العام 2011 صار الانسحاب التدريجي بقت القوات تحصن بقاعدات قاعدة اللي هي قاعدة عين الاسد اللي بس طلعوا الامريكان 2010 ودعش راحوا لا لا ما طلعوا لا ابد ما طلعوا خلي في بالك ابد ما طلعوا الامريكان ولا راح يطلعوا شون ما طلعوا سحبوا الفين ودعش وراحوا وسحبوا قواتهم لا لا موجودين لا موجودين سلموا القرار للعراقيين واشتغلت رحمة الله واحد قام آلاف آلاف يصف الثاني آلاف من الجنود الامريكان موجودين بقواعدهم ما طلعوا لا ما طلعوا موجودين والكل يأكدها خلني رجع للحظة البرلمان وتصويتكم انتوا صوتوا وحدكم الكتل الأخرى وينها خلني نحكي بوضوح لا كتل سنية وياكم نعم بلد ما تقدر هم واحدك تصير بيه تقودة يعني صح؟ يعني أكو مسألة دفعنا دماء ومواقف وتأذينا حتى نبقى عراق واحد صح لو لا يعني الأخوة الكرد والأخوة سنة يعني حقيقة راضين لهذا القرار مو بصدد أنه خروج القوات الأمريكية يعدهم تخوف نوعا ما لكنه حقيقة كان القرار يعني كل الكتل اللي حقيقة كانت موجودة أنه البقاء الأمريكي هو السبب في كل هذه المشاكل اليوم ماكو قوات أمريكية بعد ماكو اشي اسمه فصيل مسلح بعد ينتهي ما كنت شنو شنو عذرك بعد لازم سلاح فالأخوة خايفين أنه يقول لك إحنا ما نريد أن نصير تحت طائلة الأحزاب والفصائل المسلحة وباتش العقبو إحنا مهددين باللحظة يطبون علينا لا هذا الكلام ليس صحيح الأخوة يعني حقيقة متخوفين من هذا الأمر إحنا راح نقولهم يعني راح نكون أخوة وسند وأكيد لازم تكون هناك يعني حقيقة وثيقة توقع من قبل الجميع لضمان عدم التعدى على أي عراقي حرمة الدم العراقي ودائما ما موجودة يعني حقيقة الاتفاقيات وتحدث بين أي بلد وأي حقيقة إحنا بأهس بيناتنا نقدر كعراقين بين محافظة ومحافظة نقدر نخليه نفت قانون أو نظام داخلي ونمشي عليه أنت شوف حضرتك يعني هس الموجود واللي قاعد يصير اليوم تريد الطالب الفصائل المسلحة بنزع السلاح ما يكون مشكلة الفصائل المسلحة إليه شال السلاح إحنا نريد نعرف عذرها الشرع شنو شنو أنت شار السلاح أنا شار السلاح يقول لك أنا قاوم المحتل أوكي ماك مشكلة باتشار عقبة من يطلع المحتل اليوم هو أساسا هو على المحتل وعلى الإرهاب شار السلاح لا من بداية الأمر هو البداية نحكي كفصاء المقاومة مقاومة شنو مقاومة المحتل الدفاع عن البلد اليوم منه اللي شار السلاح اليوم في قتال داعش السن والشير وحتى المسيح اليوم اليوم رفع السلاح والأيزيدي والكردي اليوم رفع كل المكونات اليوم رفعت السلاح ضد داعش وأباشر لا سمح الله لو العراق العراق تعرض إلى أي هجمة من أي المكان رح تلقى الجميع تلقاهم قلب واحد وظاهر واحد كل المكونات رح تقاتل ليش وبس الشيع قاتل لا ابن الأنبار قاتل ابن صلاح الدين قاتل ابن الموصل ابن أربيل هو لما تريد تقرر تطلع الأمريكان هسا بهذه الطريقة أو تطلع التحالف الدولي اللي وقف عملياتها بالعراق غير تتناقش وي الشركاء ذول اللي رفعين سلاح تقول سواء ضد مقاومة الاحتلال وضد الإرهاب غير تناقشهم غير تسمع منهم ترحت وحدكم للبرلمان ما سمعتوا لهم يعني لا مو إحنا نسمع لمكان المفروض يعني يقنعون فد مخرج نهياب إحنا في حال إلا خرج الأمريكان وطبعا كانت النائب الأخ العزيز أحمد الجرب وكان موجود وكانت مداخلته شخص عراقي حقيقة كانت مداخلته عراقية من باب الضمير كبير بموقفه ووجوده وحضوره وكلمته أول كلام قال مثل ما قال سماحة السيد مقتد الصدر جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا نعم اليوم مباشر وعقبة وبعد مئة سنة نقول إحنا جيراننا أصدقان العراق جيد وهذا مع الاعتداد بموقف الشيخ أحمد الجربة والتقدير والمعذب والاحترام الكامل ولكنه يبقى في معايير مجلس النواب يبقى صوتا من كتلة استاذ صلاح اليوم من القوب الشارع اليوم من القوب الشارع الأحزاب أم الشعب اليوم من القوب الشعب الشعب المفهول أحسن هو اليوم الشعب الأخ باشر من يطلع المحتل باشر من يطلع المحتل نجي للحزب نجي لأي فصيل مسلح لأي شخص يحمل سلاح خارج الدولة الشعب يجي باشر يحاسب يقول أنزع السلاح ليس من حقك بعد تحمل السلاح وانت اليوم قاعد تشوف بعينك اليوم الشعب هو أقوى من الجميع اليوم الشعب مطالب بأن تكون هناك حقيقة حرية تكون هناك خدمات للشعب العراقي تكون هناك نزع السلاح من الفصال المسلحة اليوم الشعب أقوى لذلك في حال خروجين المحتل الآن أعتقد أول ما راح يوقف بوجه الأحزاب هم الشعب العراقي طيب أول ما يوقف بوجه الأحزاب شعب العراقي أنتم محزب نحن مع الشعب العراقي أول ما نزع أول ما صدر قرار من رئيس الوزراء بانخرط جميع الحجد الشعبي تحت مسمى وزارة الدفاع نحن كسراي السلام أول ما صرح سماحة السيد بتغريدة بأننا ننخرط تحت لحد هذه اللحظة لواء 313 و 14 وأعتقد 15 تحت غطاء الحكومة العراقية تحت أمرة الحكومة العراقية حساني ليس موارد بصراحة عدي أسئلتي بس خلينا أطيق الأسئلة الجملائك النواب يمكن ليحبوه قاعد يدزوننا يقولون في تحرككم الآن سواء في بيهانا السيد مقتدى الصدر بالبرلمان وفي قضية الآن ترشيح الأسماء التي تفضلت بها جنابك ما يطرح الآن شيء من جهة تحاول أن تكون أكبر من الدولة لا أخذتوا رأي الكرد ولا رأي السنة ولا رأي شركاكم حتى من الأحزاب والكتل السياسية الشيعية الآن تفرضون فرضاً على الآخرين يعني أنت في البيان الذي قرأ بالبرلمان إشارة ساذا نجد وفي موضوعة الآن طرح الأسماء وآلية وطريقتها هذا شيء أكبر من الدولة يقول لك أستاذ صلاح نحن نظامنا نظام نيابي برلماني بالأغلبية يعني ليش نحن نجي لمكتسبات لازم نمر بالشراكة لازم نحكي خليه شوية نحكي شوية صريحين ليش دائما أنت طالبني بشراكة وآني لو نحكي كمكون أنا الأكبر أنا اليوم أنا اليوم لا أعشر لك مهنا أستاذ مجد يقول لك حتى وشركائكم بالمكون الآن ما يطلب نعم في البرلمان البيان شوف خليه عيدك البيان الذي يقرأ في مجلس النواب بالجلسة نعم نعم من السيد مقتدى الصدر والآن التغريدة اليوم في قضية اختيار رئيس وزراء فيه 15 يوم نعم اللي أشرت لجنابك يقول لك فرض على الآخرين وهذا المفروض يصير في إطار الطلب وليس الفرض مو فرض مو فرض لا لا اليوم اليوم الكتلة الأكبر هي اللي راح تشكل الحكومة ليش الفرض شن الفرض أنا راح أعرض رئيس وزراء قد عرضه إلى رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية من حطيت بتوقيته بسقف زمني شنو يعني فرضته فرضت التوقيت لا شوف التوقيت والخمسة أسماء هاي جوز ما يقبل بها الكرد ما يقبل بها السلح من حقك هو هذا الديمقراطية لا تصوت من تشكل الحكومة جوز دولة القانون ما يقبل جوز الحكمة ما يقبل هو أنا ليش أقول لك يا أخي إحنا بلد ديمقراطي إحنا ليش ما نمن بالديمقراطية أنا راح أطرح المرشح مالتي هسا نفرض فرضية اليوم سيد رئيس الجمهورية راح يرشح زيد من الناس من يجي هذا زيد خلال ثلاثين يوم حسب الدستور لازم يجي يشكل كابينة الوزارية بيش الساعة أنت لا تصوت خلي تسقط الحكومة طيب أنت ليش الصادر أنت ليش الصادر حقي أنا مثل شعب أنا أمثل طاعفة أنا مثل مئة ألف نسمة أنت ليش الصادر حقي أنا أريد أصوت على هذا الشخص وأريد أمضى هالحكومة أنا عندي أزمة بالبلد يا أخي عندي متظاهرين الاقتصاد اقتصاد البلد بدأ ينهار وأنت قاعد لي مرتاح وتفك ها والله أنت ما أخذت رأيي وتمنوا حتى أخذ رأيك يا أخي يا أخي ليش تخليني ليش منوش بالبرلمان عندي صوت عندي جمهور عندك صفو عندك جمهور لا تصوت ما يعجبك لا تصوت وإذا عجبك يا أخي شوف البرنامج ما أنت شوف الوزراء يعني إذا ما إذا ما ما دخلوا فيه بالك أو حسيتهم أنه جاي نمو لخدمة البلد لا تصوت أنت مشرق للصوت ليش أسو ليش قانون خروج المحتل شون اللي صوتوا عليه طبعا ذا النقاط اللي انقرت بالجرسة وأكو بها عبارة سماعة سيد مقتدر الصدر بالأخير يقول إذا ذني ما صار لنا تصرف آخر بس قل لي خلي لي خطع التصرف آخر شونه تعني أكيد المقاومة الشريفة لا يعني بالنسبة للموجودين في البرلمان أنها تعني أني سأسلك مسلكا آخر غير مسلككم لا إحنا لا أستاذ يعني شونه يا مسلك مثلا يقصدون بي حسنا ما أعرف حسنا واحد منهم قلت أنه هو المقاوم لا كان يقصد سماحة السيد على المحتل هنا كان قصده سماحة السيد أنه أنا بسا الخطاب موجه كان لمجموعة طلبات من السادة النواب يا أستاذ أمجد لا لا شونه طلبات من البرلمان أنه نريد أولا هاي النقطة ثنين ثلاثة أربعة وبالأخير هاي العبارة كان البيان اللي يتلي نعم نعم كان أنه سفارات سفارات تلغي لأمريكان التفاقية تنتهي كلها يعني كثير من أمور وإذا ما صار نذني أنا راح أخذ مستقى آخر تحت يا عنوان هذا المضح غير أكو برلمان بيكوتل اليوم اليوم كل واحد إلى مخاوف يا أستاذ أمجد اليوم اليوم لحتها اليوم اليوم التغريدة يعني لحتها اللحظة أنه نحن لازم نسلك يا أخي السلوك الدبلوماسي البرلماني الدولي هذا الشيء ما سويت الحكومة ذي جي الساعة إذا نفذ نفذت هاي الإجراءات والتصرفات إحنا نجي كحكومة نقول يا بترى إحنا دبلوماسي برلماني دوليا ما قدرنا نقدم شيء ذي جي الساعة هناك راح يكون المقام يعني تصرفها شرعي وحاكم لكل الأمور إحنا لا قاعدين اليوم وساكتين وتعال تجرس لذلك سماعة السيد يعني منصدر كل هذا القرار قال لازم هاي يصير وفي حال ما صارت إحنا بعدنا لحد لانكي ما نسوي إحنا هسه لا تحتاج تسوي الأيام قدردون تسوي الأيام القليلة المقبلة راح نبدأ نجمع تواقع وراح نبدأ نعدى قانون الاتفاقية راح نبدأ كثير من الأمور الدبلوماسية راح نبديها من ثم سؤال نعم سؤال عفوا سامجد جنابك مهندس نعم لما عندي أريد أأسس لمبنى شاهق من 20-30-40 طابق غير تخلي بالحسبان مدى امتدادة بالأرب نعم البيس ماتق قاعدتك لازم تبنونكم بكل شيء طيب أنت تأسسون قاعدة لو أنت تبنون يعني القاعدة المفروض أنه تجون تتفقون وشركائكم بالوطن أكون مكونين أساسيين وياكم تتفقون وياهم حتى البناء يعمر أكيد أما هؤلاء الطريقة نعم هؤلاء قاعد يصير وينه قاعد يصير وحدكم بالجلسة كنتم لا لا موحدنا بالجلسة كانوا بعض المكونات موجودة من المسيح السيد رئيس المجلس النواب كان يمثل تحالف القوة بالمجمل كان موجود يعني 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 بعض المكونات نعم كانت موجودة فيعني ما كنا لوحدنا وكان القرار التصويت بالإجماع وأعتقد شوف شوف حتى الأخوة اللي موحظر هم موضد هاي لكن هم يعني كانوا مثل ما تفضلت يعني المفروض نجلس ونتحاور وشتلون خلي 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 الدكتور طلال حسين الزبعة كان ضيفنا في حديث البلد بيوم التصويت قال لا مو قاطعوا بس غان ما فاتتهم هسا لو ينعاد مرة ثانية يحضرون بي وهذا كانت جلسة تاريخية قال محد ماكو عراقي حبي يفوت هاي جلسة تاريخية وراح تنذكر للتاريخ قرار التصويت على خروج القوات المحتلة راح تنذكر طبعا تنذكر بالتاريخ وراح علقوا التقغان مفاتتهم وعلى يعني عليهم جميعا لا يفكروا بمصلحة الشخصية أنه يفكر بمصلحة الشعب العراقي وأي تخوف أي تخوف من أي طرف هذا هذا مو صحيح اليوم إحنا كشعب العراقي لازم اليوم نفكر شلون نخدم بلدنا اليوم نفكر شلون نطور قدراتنا على تجريل معاملنا مصانع أريد نقضع على البطالة أريد رجل اقتصادي يجينا يخلصنا من هذه البطالة هاي الملايين سؤال أزمة السكن هذا اللي اليوم نحتاجه هذا اليوم اللي نحتاجه عندي سؤال فضلا آخر شي أختم بي نعم اش تردون أستاذا نجد يقولون تردون رئيس الوزراء يصير من يمكم هذا الكلام يسمع لكم هذا الكلام مصحيح الريد رئيس الوزراء عراقي عراقي بحت من داخل سيد عادل ما عراقي وعايش المعاناة سيد عادل ما عايش المعاناة لا ما عايش المعاناة من أحتي لك من أغنياء يعني مثلا نعم رجل من سقوط رجل سيد مناظل مشرد بالبلدان كان بالمنافي رجل يعني من أجلك عايش المعاناة أنا أحتي لك يعني عراقي أصلي هنا أنا مقيم ما عادة جنسية على قوتها هلنا شايف الضيم هذا اللي ريده تعرف لي ايش عالمو تعرف المقابيل شريت هذا اللي ريده كون صدري لا لا الريده عراقي 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 كون صدري يا الله شايف والله الريده عراقي وعده غمير هذا اللي ريده غيره ما ريده ومن أي مكون يجينا على فكرة من أي مكون يجينا الريده عراقي يخدم هالشعب هذا كلش ما ريده سيد مجد العقاوي شرفتني اليوم شكرا لك شاهدين الكرام في ختم حلقة الليلة من حديث البلد شوفكم باتش الحديث بلد جديد فيما الله اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة